ثلاثة مدنيين في قصف جوي إسرائيلي بمحيط مدينة حمص بالسوريا حسب وسائل إعلام رسمية سوريا أفدت كالة أنباء نظام السوري أن القصف الجوي الإسرائيلي عبر الأجواء اللبنانية الشمالية استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال محطة وقود واختراق عدد من الصهاريج والشاحنات كما أشارت الوكالة إلى أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ وأسقط بعضها